في سن الثنائي القعدان المركز الثاني كان من نصيب بارود والذي قطع المسافة في زمن مقداره 13 دقيقة ثانية واحدة خمسة اجزامنا الثانية تهانين للسيد انهيان بن حمد بن هيان العامري على الفوز بالمركز الثاني اما المركز الثالث فكان من نصيب الغربي الذي قطع المسافة في زمن مقداره مشاهدين الكرام لمسافة الثمانية كيلو مترات وهو الغربي لمحمد بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري توقيت 13 دقيقة 11 ثانية ست اجزامنا الثانية تهانين والنموس بسم الله الرحمن الرحيم ايها الحفل الكريم مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازلنا نتواصل وياكم من هنا من ارضية ميدان المرموم وعلى الهوي بثا مباشر ضمن فعاليات مهرجون فخر الاجيال ها هي انطلاقة الشوط الثالث والشوط الثالث مخصص للثناية البكارة المحليات العصائل مسافتنا في هذا المساء ثمانية كيلو متر جوائزنا للمركز الأول سيارة وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نغديا تمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط الغادمة وبنسير بكم مع مغدمة هذا الشوط وفيكم بالنتائج أول بأول والراغ بالتغييرات طولت مسافة الثمانية كيلو متر وبنشوف الآن في المركز الأول أرى الآن في المركز الأول صوقه للسيد علي بن خلفان بالشاوي الغفلي لكن من الجانب الثاني الطيارة للسيد سهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي وفي المركز الثاني مياس في المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد محمد بن راشد بن سرداح الاجتبي وفي المركز الثالث الشاهينية للسيد سعيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي وفي المركز الرابع المركز الرابع صوقه للسيد علي بن خلفان بالشاوي الغفلي وفي المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس شهرة في المركز الخامس في هذه اللحظات للسيد حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي وفي المركز الساد المركز الساد ترى اللي في المركز السات الشاهنية الشاهنية للسيد عمد بن الضبيب الشامسي وفي المركز نشوف وناخذ اللي في المركز السابع المركز السابع الشاهنية للسيد خلفان بن أحمد بن بطي القبيسي وفي المركز الثامن حلوة في المركز الثامن للسيد علي بن سالم بن سعيد العامري وفي المركز التاسع جبارة للسيد سلطان بن سعيد بن راشد الخاطري وفي المركز العاشر المركز العاشر رسل هودة للسيد محمد بن عبدالله بطير العامري هذه النتيجة على خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية وها هي الغربية الغربية في المغدمة الغربية ورى الشاهنية بدأت تتسلل تغير إلى المركز الثاني للسيد مبارك برغش بن ضوازة بن الدودة العامري والغربية الغربية بدأت تقفل على مقدمة هذا الشوط إذا تمت على هذا المنوال السلامات بتذهب إلى هل الغربية في مدينة زايد يا سلام هذا الشعار دائما يوديهم السلامات أينما ذهب أينما رحل في الدولة وخارج الدولة شعار السيد محمد بن محمد بن زايد المنصوري مشكور يا بو زايد على أداة هجنك في كل مكان وفي كل زمان ها هي الغربية تغترم من خط النهاية تغترم من المنصة الرئيسية وهي تعلن بنفسها بطلة لهذا الشوط مع العصار الغربي محمد بن محمد بن زايد المنصوري سلام سلام عليكم يا أهل الغربية واسعد الله مساءكم بكل خير وبكل محبة الشاهنية في المركز الثاني للسيد مبارك بن رغش بن طبازة بن الدودة العامري المركز الثالث الشاهنية للسيد عبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي المركز الرابع الشاهنية للسيد علي بن سعيد بن لومية الاشتبي وفي المركز الخامس هملولة للسيد سيب بن ناصر بن عوضي بن يحيى المنهال التوغيط من مخرج نبو عدنان ساعة وصول الغربية إلى خط النهاية بعدما تجاوزت لوحة الثمانية كيلو متر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار قطع مسافة الثمانية كيلو متر في زمن وغدر ثلاثة عشر دقيقة ثمان دواني جزء واحد من الثانية ترجمة نانسي قنقر